72 سنة عندوا على ثورة يوليو ولازم نتكلم فيها عن محطات وصلتنا لحد النهاردة تمام هي زي ما حياتك قلتي بالضبط كده وزي ما ورد في البيان ان دي بتمثل محطة مهمة مفصلية في تاريخ مصر المعاصر واحنا ما بنستخدم تعبير محطة مفصلية في العلم عندنا فيه أيام ممكن نسميها أيام فاصلة او نقاط رمزية ما بعدها يختلف عن ما قبلها و23 يوليو الحقيقة وليس معنا هذا انكار لما قبلها ده تراكم تاريخي لكن هنا بنقف نقول 23 يوليو 52 ثورة عظيمة في مصر يمكن البيان بيفكرنا بحاجة مهمة ان الشعب تقبل هذه الثورة ومنحها بسرعة الرضا الطوعي والشرعي ولما نقول منحها الرضا الطوعي من اليوم الأول من اللحظة الأولى بنشوف صور العربيات العربيات الجيش والضباط وجنود في الشارع وازاي انه الشعب بيتحلق حولها وبيركب وبيجيب لهم صندوق شات وشاي وما إلى ذلك الصور اللي نزلت ليه هو ليه الشعب عمل كده واحنا شفت المشهد ده بعد كده بقى في 25 يناير وفي 30 يونيا شفنا التضافر بين الشعب وبين الجيش شفناه احنا عشناه لكن في 23 يولو لما ترجع للدوريات بتلاقي هذا الرضا الطوعي وهذا القبول زي ما جيه في البيان سيلقى قبولاً من الشعب لانه الاوضاع زي ما حضرتك قلت قبل 52 كانت اوضاع سيئة للغاية نفرد لها مساحة شوية فندم ونتكلم عن الاوضاع المتقزمة اللي قدت بينا ان احنا نقوم بهذه الفرق شوف انا اقول لك يعني علمياً احنا منين بنستمد مصادرنا لما نيجي نتكلم عن اوضاع مصر قبل 52 لانه طبعاً الميديا الان بتحاول تشوي وانا بشكركم على دعوتي ومهم قوي احياء مثل هذه الايام الميديا بتشوي وبتشوي زاكرة شبابنا والاسف في بعض المرضى اللي عندهم حنين للماضي وبعض الذين قديروا من ثورة 23 يوليو وده طبيعي بيهجموها ليل ونهار وبيهجموا الرئيس عبد الناصر زحيم عبد الناصر ليل ونهار ولذلك لابد من توضيح احنا بنستمد المادة العلمية دي النين احنا ما بنجيبش المادة العلمية دي من عندياتنا لا احنا ما بنجيبش المادة العلمية دي من اشتركوا في القناة